السلام عليكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط إن شاء الله يا ربكم تكونون بخير وصحة والسلامة عيس سعيد وكل عاملتو بخير إن شاء الله يا ربي تحقيق كل أمانيكم بإذن الله وصلنا إلى بعض المركبات العضوية بعض المركبات العضوية هذه المحاضرة الثانية من سلسلة محاضرات الفسط السادس طلاب قبل أن ندخل بالمحاضرة لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصل لك كل ما هو جديد ويا حب ذا نشر المقطع يم أصدقائكم لأنزكات العلم نشر بعض المركبات الكاربون عندي يا مركب بالله خلنا نشوف نجي نتعرف عليه عندي غاز الميثان هذا هو الواحد وبعد شعندي عندي الاثلين بعد عندي شنو الاستلين وبعد عندي قحول الاثيل الاثانون وعندي بعد حاموض الخليك بعد أكو خلنا نشوف عندي سادسة البنزين أو البنزو هذني بعض من المركبات بعض المركبات الأضوية هذني كل هم المركبات أضوية أجي على أول واحد اللي هو غاز الميثان طبعا محاضراتنا اليوم أكثرية كلاميات ومهمة ويجي عليها بالوزارة وخصوصا التحضير أجي على غاز الميثان إذا أريد عضف غاز الميثان شون عرف طلاب غاز الميثان وهو أبسط مركب هايدرو كاربوني صيغته الجزائية سي أشفور إذن الميثان هو أبسط مركب هايدرو كاربوني الصيغة ماتة جزائية سي أشفور حيث ترتبط فيه ذرات الكاربون مع أربع ذرات من الهايدروجين بأواضح تساهمية من فرده هذا الشي واضح هذا هو الكاربون وهذا هو الهايدروجين ليرتبط بيه بأربع أواصر تساهمية هذا هو الميثان اللي هو هذا سي أش فور تمام أجي أتعرف عن تواجد غاز الميثان وين ألقي غاز الميثان أين يوجد غاز الميثان الجواب يوجد منسبة كبيرة في الغاز الطبيعي المصاحب للنفط الخام يوجد في شقوق مناجم الفحر يوجد في تحل المواد الأضوية هذا هو تواجد غاز الميثان سؤال وضح مع رسم الجهاز طريقة تحضير غاز الميثان مختبرين معزز جابة الكذابة المعادلة الكينيائية هذا كل ش مهم مهم وزارة طلاب كل سنة تجي 10 درجات على طريقة تحضير يأمى غاز الميثان يأمى الأثنين يأمى الاستنين وعدنا بعض بالفصل السابع والثامن طرق تحضير كل سنة تجي عليها 10 درجات تنقسم الدرجة بين الكلاميات يعني هذا الحكي كلام وبين المعادلة والرسم تمام؟ زي شون أحضر غاز الميثان؟ انتبهوا إياه يحضر الغاز من تسخين خلات الصوديوم مع هيدروكسيد الصوديوم أجيب خلات الصوديوم أخليه هنا ومزجها ويا من ويا هيدروكسيد الصوديوم إذن هنا صار عندي خلات الصوديوم زائد هيدروكسيد الصوديوم خليك تبكيه هنا أنا خلي أشرب لك حتى صار عندك واضحة هنا خلات الصوديوم زائدا شنو؟ هيدروكسيد الصوديوم تمام حباغي طلاب؟ خليه تهنانه بهذا التيوب خلات الصوديوم وهيدروكسيد الصوديوم في إنبوبة اختبار أكمل ويجمع الغاز الناتج بإزاحة الماء إلى الأسفل لأن الغاز قليل للذوبان بالماء كما في المعادلة طلاب بعد ما خليه تهنانه فائل تيوب وإن البوبة الاختبار راح أعرضها إلى حرارة تسخين بعد ذلك هذا التسخين من السخينة هاي المواد مالتها الغاز الناتج من إنته راح يجي هنا يجمع هنا بهذا الحوف تمام؟ راح يجمع هذا الغاز هنا شون يجمع بزاحة الماء إلى الأسفل الماء هو أثقل مئة من الغاز راح يبقى الماء للأسفل أما فوق هنا راح شنو سيكون عندي غاز الميثال معادلة التحضير طلاب معادلة التحضير انتبه وياي راح أخلي أو أكتب خلات الصوديوم خلات الصوديوم اللي هي صيغتها CH3 COO NA تمام؟ زائدا هيدروكسيد الصوديوم NA OH تمام؟ شي ينتجني شي يطيني الناتج طبعا هنا تسخين حرارة راح شي طيق باوع انتبه لي هاي CH3 راح تاخذ الـ H هاي راح تصير CH4 واللي هو هذا غاز الميثان والغاز سهم لفوق تمام؟ زين اش بقالي من المعادلة هاي راح تصير وهاي الـ H راح تصير اش بقالي NAO وCO NA زين NA زائد NA NA2 والCO نون اش قد عندي CO السي تنزل O هنا اش قد عندي 2 وهنا واحد اش قد 3 صار CO 3 هاي هي معادلة التحضي تمام طلاب كش ميا رادل هاي جدا جدا سهل علل نايد يقول علل يستخدم خليط من هيدروكسيد الصوديوم أو أو هيدروكسيد الكاليسيوم بدني من هيدروكسيد الصوديوم النقي عند تحضير غاز الميثان الجواب لأن الخليط يكون أقل تأثيرا على الزجاج وأقل درجة تنصار من هيدروكسيد الصوديوم أجي أجي على الخواص غاز الميثان ما هي خواص غاز الميثان ما هي خواص غاز الميثان أولا غاز أجي أجي على معادلة الاشتعال و لا يذوب في الماء تمام اجي على معادلة احتراق الميثان معادلة احتراق الميثان تابع نقطة طلاب تابع النقطة الثافة قابل الاشتعال مكون بخار الماء و ثاني أوكسيد الكاربون طلاب خليها قاعدة عندك شوف جميع هاي ملاحظة ملاحظة جميع المركبات العضوية عندما تحترق تعطي شتعطيني تطيني غاز ثاني أوكسيد الكاربون زائدا ما اشتو او زائدا طاقة هاي القاعدة احفظها جميع المركبات العضوية عندما تحترق تأطي سي او تو زائد اشتو زائد طاقة اجي على معادلة احتراقي الميثان الميثان اللي هو الـ CH4 تمام الميثان اللي هو الـ CH4 راح احرقي وينه حرق طلاب الميثان الميثان وينه راح احرقه احرقه بالاوكسيجين الجو يعني زائدا أو تمام شي طيني طبعا تسخين حرق راح يطيني قلني غاز تاني اوكسيدي كوربون زائدا اشتو او زائدا طاقة تمام اجي هسا من موازن اما المعادلة مات طلاب اتبه لي هنا الاوكسيجين اش قد عندي قبل السهم اثنين هنا انا بعد السهم مش كم اوكسيجين عندي عندي اثنين وبوحدة تلافف ممت وازنات فحتى اوازنها طلاب حتى اوازن المعادلة لازم اضرب هاي في اثنين تمام مضربتها في اثنين صار قبل السهم اربعة وبعد السهم اش قد اه بعد السهم اه اه تلافف فش سيubeتي حالة اضرب h2o في اثنين من ضربته في اثنين هنا الاوكسيجين صار اش قد عندي اثنين اثنين اربعة وهنا اربعة اذن اتوازنات زين اجي على الهيدروجين هنا اثنين اثنين اربعة اربعة اثنين اه اش قد الهيدروجين قبل السهم اربعة متوازن الし هنا احص احص اش قد الس واحد اذا هالمعادلة متوازنة. اجي حسا على الاثينين. هذا اول مركب كمن ن Poke الميثانة. اجي على الاثينين. الاثينين. هو مركب هيدروكاربوني غير مشبع على الهجم. يعني مركب هيدروكاربوني غير مشبع الآن شنو? يعني يحتوي على الاثينين يحتوي على الاثينين. هنا كما تكربط إذن هو مركب هيدرو كاربوني غير مشبع سيغته الجزائية حيث ترتب الضرتات كاربون فيه مع بعضهما بأواصل تساهمية مزدوجة الإثنين يرتبط بأواصل تساهمية ذرات الكاربون مزدوجة أجي على السؤال المهم وضح مع رسم الجهاز واكتابة المعادلة الكيميائية طريقة تحضر غاز الإثنين مختبريا شون حضره؟ مختبريا الجواب يحضر غاز الإثنين من تسخين كحول الإثير راح أجيب كحول الإثير أسخنها هنا أنا الطلاب أجيب كحول الإثير هذا الدورة أخلي هناك كحول الإثير هاي الكحول الإثير اللي هنا أنا أضيف عليها حامض الكبريتيك المركز مع حامض الكبريتيك المركز الساخن بدرجة 170 درجة سليزية أسعني خليت في هذا الدورة شنو خليت في هذا الدورة طلاب؟ خليت كحول الإثير زائدا شنو هنا عندي صار حامض الكبريتيك المركز وسخنته رفعت درجة الحرارة إلى أجيب 170 درجة سليزية حيث يقوم حامض الكبريتيك بانتزاع جزء ما من تركيب الكحول هذا حامض الكبريتيك ليش أنا ضفته؟ ضفته حتى يقوم بانتزاع جزء ما من تركيب الكحول حتى يقوم لي بانتزاع الماء من تركيب الكحول ويجمع غاز الإثنين الناتج بزاحة الماء للأسفل رح تصعد هنا أبخرة طلاب هنا الأبخرة وهذا ماء عض ماء هنا رح يستقر الماء يصير جوان ينثقيت ويبقى فوق اللي هو غاز الإثنين تمام؟ زين أجي على المعادلة التحضير ماته داقول يحضر غاز الإثنين من تسغين كحول الأثيل كحول الأثيل الصيغة ماته C2H5OH تمام؟ C2H5OH أسخنة درجة تشغيل مئة وسبعين درجة سيليزية وجود شنو؟ الـ H2SO4 المركز تمام؟ هذا الـ C2H5OH اللي هو ياهوة كحول الأثيل تمام؟ رح شيصير عندي رح ينتج لي الإثنين اللي هو الـ C2H4 هذا غاز استهمني فوق أوكي؟ زادا شنو؟ أكيد ما H2O هذا هو الإثنين هذا ماء تمام حبابي طلاب؟ إن معادلة موزونة ما كداعة يتوزنه طبعا هذا هو رسم الجهاز مطلوب مطلوب من عندك الشرح هذا هو سطرين والمعادلة ورسم الجهاز أوكي؟ سؤال أو علل ما فائدة استخدام حامض الكبريتيك المركز عند تحضير غاز الإثنين مختبرين؟ ديش آني ضفت حامض الكبريتيك المركز من حضرت غاز الإثنين بالمختبر ديش شنو السبب؟ أكو غاية من عزة لأنه يقوم بانتزاع عنصري الـ Hydrogen والأكسجين من تركيب الكحول بشكل جزء ما هو طلاب انتبه لي طلاب هو الكحول الأفيل مو صخته C2H5OH أنا ضفت أنا ضفت حامض الكبريتيك حتى ينتزق لي شنو عنصري الـ Hydrogen والأكسجين من تركيب الكحول حتى ينتزق لي هذا الـ Hydrogen وهذا الأكسجين من تركيب الكحول يعني هذا يروح ينتزع تمام؟ سعر ما هي الخواص الفيزيائية والكيميائية؟ من الأفيلين مهم غاز عديم اللوم لا يضف بالماء لذلك يجمع بزاحة الماء إلى الأسفل يشتعل بلهب داخن مكون بخار الماء وثاني أوكسيد الكوربون يشتعل بلهب داخن مكون من يشتعل الشي يكون لي؟ يكون لي غاز تاني أوكسيد الكوربون وما المعادلة مع الإشتعال ما تح الإحتراق الأثنين أجيبه أحرقه الأثنين اللي هو C2 H4 أحرقه وين؟ بوكسجين الأواء الأو 2 حرارة حرق مثلث الشي ينتج لي راح ينجلنا ينتج غاز تاني أوكسيد الكوربون زادا H2O بس هنا أنا ما عندك طاقة ما راح تنتجي الطاقة تمام؟ أجي على الموازنة المعادلة ماتي طلاب هنا بعد السهم عندي كاربون 1 هنا عندي كاربون 2 فحتى وازنة لازم أضرب هذا في 2 راح أضربها في 2 ضربتها في 2 تمام؟ من ضربتها في 2؟ يعني الأوكسيد هنا ضربت في 2 وهي 2 2 2 2 2 4 وهنا 1 يشقت 5 زياني هنا الأوكسيد يشقت عندي الأوكسيجين هنا 2 فحتى أوازنها لازم أضرب هاي في 3 من ضربتها في 3 صار 6 هنا جقد عندي أكسيجين 5 فحتى أوازنها لازم أضرب H2O في 2 أضربها H2O في 2 من ضربت H2O في 2 و18 الان أضرب منضرب هاي هو العدو من ضربتها sl jun CHF بالنسبة إلينا من ضربتها حتى إذن سعر حول يفعل ماء بروم وزيل لونة سؤال كيف يتم التمييز بين غاز الميثان هيدروكاربون مشبه وغاز الاثنين هيدروكاربون غير مشبه شون اميز بين الميثان اللي هو الميثان يتم التمييز بامرار غاز الميثان والاثنين على ماء البروم الأحمر اجيب غاز الميثان وغاز الاثنين اثياناتهم امررهم على ماء البروم الأحمر حيث نلاحظ ان الميثان لا يتفاعل مع ماء البروم الأحمر رح نشوف ان الميثان ما يتفاعل ويا ماء البروم الأحمر ولا يختفي اللون اما الاثنين رح يتفاعل ويا ماء البروم الأحمر ويختفي اللون وحسب المعادلة اللفظية الاتية شوف الاثنين فعلت ويا ماء البروم الأحمر رح يختفي اللون أما الميثان فعلته يماء البروم الأحمر لا يختفي اللون الأحمر تمام؟ سؤال ما هي استعمالات غاز الاثنين؟ شا استفاد من عنداني؟ مهم هذا ما هي استعمالات غاز الاثنين؟ يستعمل في صناعة كحول الاثين يستعمل في انضاج الخضروات والفواكه مثل الطماطم يستعمل كمادة أولية في تحضير مادة اللدان البلاستيك ثلاث نقاط أحفظها أجي هسا على المركب الثالث اللي هو الاستنين الاستنين إذا أريد عرفه وهو مركب هادروكاربوني غير مشبع الكائن صيغته الجزائية C2H2 طلاب الاثنين صيغته C2H2 الرابط الكاربون ترتبط بأواصر ثلاثية هذا هو الاستنين تمام؟ نكمل يلنا مركب هادروكاربوني غير مشبع صيغته الجزائية C2H2 ترتبط ضررتات الكاربون فيه بأواصر تساهمية كملها بأواصر تساهمية ثلاثية 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 الكيميائية طريقة تحضير غاز الاستنين C2H2 مختبريا هذا مهم مهم وزارة جاي جاي بأحد السنين الجواب يحضر من تفاعل كاربيد الكاليسيوم اللي هو CAC2 يحضر من تفاعل كاربيد الكاليسيوم أجيب كاربيد الكاليسيوم اللي هو CAC2 أفاعله أياما مع الماء حيث يوضع كاربيد الكاليسيوم في دورق التحضير ويضاف إليه الماء من خلال العنبوب المقنع ببطئ وبالصورة تدريجية نلاحظ حدوث تفاعل وخروج غاز الاستنين الذي يجمع في القنينة بزاحة الماء إلى الأسفل تعتبر هذه الطريقة طريقة صناعية في الوقت نفسه معادلة تحضير غاز الاستنين بس قبل لها أتعخذ لأشرح لك بعض يحضر من تفاعل كاربيد الكاليسيوم ويامل ويلمع أجيب هذا الدورق هذا الدورق أني شوف هذا خليت بيدي جوه كاربيد الكاليسيوم ضفت له من نانا ماء صار هنا بالدورق ماء وكاربيد الكاليسيوم ضفت له من خلال هذا العنبوب المقنع وضيفه بصورة بطيئة وتدريجية ضيف ماء راح نلاحظ حدوث تفاعل راح هنا راح يصير تفاعل وخروج غاز الاستنين راح يطلع هنانا غاز الاستنين راح يجمع هنانا غاز الاستنين بالماء هنانا لأن الماء أثقل راح يصير ويبقى الفوق يصعد لي فوق اللي هو غاز الاستنين تمام؟ معادلة التحضير طلاب أنا جاي شنو أفواء الكاربيد الكاليسيوم نقلنا اللي هو C A C 2 زاعدا ويامنا فعله وياما ال H 2 أو طبعا ما أحتاج حرارة نانا بدون حرارة تمام؟ بدون حرارة راح يطلع يطلع غاز الاستنين اللي هو C 2 H 2 وسهم لي فوق من الغاز زاعدا شنو C A يبقى لي يبقى لي C A O H خلا أجيبها هنانا مستاني ليش حاشكها لا خلا أجيبها هنانا C A O H Y 2 تمام؟ تبقى الموازنة مع المعادلة مالتي هنا 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 كاربون 2 هنا كاربون 2 متوازنات تمام؟ هنا الهايدروجين 2 هنا الهايدروجين 2 2 4 متوازنات فحتى وازنها أضرب هذا في 2 وكان الله يحب المحصنين زي ما هي خواص غاز الاستنين شنو صفات خواص مهم وزاري جايب أحد السنين خواص غاز الاثنين غاز عديم اللون ذو رائحة تشبه رائحة الثوم لا يذوب في الماء لذلك يجمع بزاحة الماء إلى الأسفل يشتعل في الهواب بلهب داخل فيما يشتعل في الأوكسجين بلهب أزرق باهد مع تولد حرارة عالية تمام؟ أيضا يتفاعل ويعمل ويا الأوكسجين راح يطيني غاز ثاني أوكسيد الكوربون ويطيني أيضا H2O وطاقة المعادلة ما للاحتراق مالته ليهو هذا أجيب غاز الاسترين ليهو C2H2 ثم أحرق أين بالهواب بالأوكسجين الهواب جوي شيء يطيني يطيني طبعا حرارة يطيني غاز ثاني أوكسيد الكوربون زائد H2O زائد طاقة تمام حبايبي أجي على الموازن مع المعادلة ما عنتي هنا الكربون عندي واحد هنا الكربون اثنين فحتى وازن لازم أضرب هاي في اثنين أوكي من ضربتها في اثنين أجي على الأوكسجين أشوف هنا الأوكسجين ضربتها في اثنين وهي اثنين اربعة وهنا أنا واحد شقد شقد خمسة صارت شقد خمسة خمسة زين مهي تحالة ما رح تتوازن عندك المعادلة براح تبطر شايف سوي باو انتبه لي براح تبطر شايف سوي طلاب انتبه لها الحركة السي او 2 تضربها في اربعة تمام من ضربتها في اربعة السي او 2 هنا الكاربون يجد هنا عندك صار اربعة وهنا اثنين فحتى توازن تضرب السي سي 2 اش 2 تضربها في اثنين تجي هسا على الأوكسجين هنا الأوكسجين اثنين مضروف في اربعة صار اثمانية وهنا وحدة شقد تسعة فحتى توازن شايف سوي تضرب هاي الاشتو او بشجد خمسة ليش تضربها بخمسة انا اقول لك بخمسة ليش تضربها يعني مضربتها بخمسة صارت خمسة فيه ثنين عشرة وهناه التسعة فحتى توازنه تضرب الاشتو او فيه ثنين صار هنا عندك جيد ثنين اوكسجين وهناه نجيد عندك ثمانية صار عشرة يرحمكم الله اثابكم الله وبهاي الطريقة رح تتوازن عندك المعادلة رابعا يتفاعل مع ماء البروم الاحمر ويزهيل لونه السؤال كيف يتم التمييز بين غاز الاستنين وغاز الميثان شون اميز بين غاز الاستنين وغاز الميثان ايضا هم نستخدم ماء البروم عند امرار غاز الاستنين والميثان على ماء البروم الاحمر حيث نلاحظ ان الاستنين يزيل لون الاحمر لماء البروم ولا يؤثر فيه يتفاعل معه غاز الميثان يقولنا احنا الميثان من يتفاعل ويماء البروم الأحمر لا يختفي اللون أما الاستنين من يتفاعل ويماء البروم الأحمر راح يزيل اللون يختفي اللون الأحمر السؤال ما هي استعمالات غاز الاستنين؟ شا استفاد من غاز الاستنين؟ يستعمل كماد أولية في صناعة المطاط والمفلاستيك وحامض الخلي يستعمل مزيج الغاز والأكسجين في توليد الشألة الأكسيستينينية والتي تستخدم في قطع المعادن والأحمة ملاحظات عند حرق كل من غاز الميثان والإثنين أو الاستنين أو الإثانون أو البنزين البنزول في الهواء حرقة تتكون غاز CO2 وH2O ما تحرط طاقة حقناها الهايدروكاربونات غير مشبعة أكثر فعالية من هيدروكاربونات المشبعة الهايدروكاربونات الغير مشبعة تكون أكثر فعالية طلاب المركب هيدروكاربونات المشبعة هو مشبعة لا يريد أن يتفاعل خشم عالي رافع يقول لك أنا شو عندي ده أتفاعل؟ أنا مشبعة بينما غير مشبعة هو من اسمه غير مشبعة يريد أن يتفاعل كيف تكشف عن وجود غاز الإثينين أو كيف يتم تتكشف عن غاز الاستنين؟ كيف يتم تكشف عن وجود غاز الاستنين؟ يتم تلكشف بمبراز غاز الإثينين على ماء الشيط يختف اللون الأحمر لما يدل على تفاعل غاز الإثGB مع ماء البروم الأحمر تمام اجي على رابعا كحول الأفيل كحول الأفيل الكحول كلمة عربية منها اشتق اسمها لاتيني بالانجليزي الكحول وهي مادة عضوية معروفة من ذلك القدم سؤال كيف كان يحضر الكحول الأفيل سابقا الطريق القديم وكيف يحضر الكحول الأفيل من تخمير الفواكه يحضر كحول الأفيل قديمة من تخمير الدبس أو التمر أو عصير العنم في منعزل عن الهواء فيتحول السكر بفعل انزيم الخميني إلى سكر بسيط ثم يتحول السكر البسيط بفعل انزيم الزيميز إلى كحول اثيل ثاني اوكسيد الكورمون ثم يفصل الكحول من محلول المائي بالتقطيع ولا بصراحة هي شي اسئلة نادرة النتيجة يعني أنا أقول لكم الله يساعدكم تعال أحفظ بها هذا الفصل والفصل اللي راح تيجي بعد حفظوا هوايا كيف يحضر الكحول الأثيل صناعيا أما حديثا صناعيا من مشتقات النفط بتفاعل غاز الأثيلين مع الماء بوجود حامض الكبريتي كلمركز كما في المعادلة المعادلة ما التحضير موادي الأثيلين هو دا أقول من مشتقاتنا بتفاعل غاز الأثيلين ويا من أفعله وهي الأش تو أو الماء بوجود شنو قلنا حامض الكبريتيك المركز أش تو أس أو فور المركز أوكي راح شيك يتكون لي يتكون للكحول اللي هو سي تو أتش فايف أو أتش هاي الصغاماته هذا هو كحول الأثيل كحول الأثيل تمام وهذا ما هذا الأثيلين سؤال وضع خواص كحول الأثيل خواصة شنو ذراحة مميزة درجة غليانه أقل من درجة غليان الماء يتجمد بدرجة حرارة واطع مذيب جيد من المواد العضوية يشتعل بلهب أزرق باهة تتكمين بخار الماء وثاني أوكسيد الكاربون هذا مهم ما يستعمالك كحول الأثيل هذا هم مهم استعمالات الله يساعدكم ما هي استعمالات كحول الأثيل يستعمل كمادة أولية في صناعة مواد التجميل والعطول وأنواع الوارنيش والحبر والمطاطة الصناعي يستعمل في المركبات الدوائية والمشروبات الروحية الكحولية واليعادة بالله يستعمل كوقود بخلطه مع مشتقات نفطية أخرى يستعمل كمحلول في تعقيم الجروح عند خلطه مع قليل من اليود المحلول الساب يباع الكحول الأثيل المعطل عن الشرب السبيرتو بثمن رقيص لأغراض الصناعية هذه استعمالات كحول الأثيل ما المقصود بالكحول المعطل السبيرتو هذا السؤال الثامن من الست الفصل هذا السؤال مهم وزاري تمام؟ دير بالك عليه وهو كحول الأثيل مضاف إلي بعض المواد السامة مثل كحول المثل وبعض الأصباغ لتلوينه لغرض تمييزه عن كحول الأثيل النقل يعطل كحول الأثيل عن الشرب ليش؟ لكي يباع بثمن رخيص لأغراض الصناعية ومنع استخدامه كمشروب كحولي مسكر هذا مهم سؤال سؤال إيش راح تأثير الكحول الاعتيادي كحول الأثيل على جسم النسان بعد تناوله كمشروب روحي هذا السؤال السابع من الست الفصل صراحة شوية جوابه مطول يالله تحملوا يعمل الكحول عنده شربه على عدم ترابط عمل الجهاز العضلي مع الجهاز العصبي الكحول مت راح تشربه إحنا بجسم ما عندنا جهاز عصبي وجهاز عضلي راح ما يقدر يترابط الجهاز العصبي مع الجهاز العضلي راح تصير خربطة حيث تحصل تغيرات واضحة في الشعور والمزاج والإدراك الحسي وأن هذه التغيرات الناتجة من تأثير الجسم بالكحول يؤدي إلى أبطاع عمل خلايا الجهاز العصبي والإدمان على شربه مضر جدا بصحة الإنسان لذلك يتردد المدمنون على الكحول على عيادات الأطباء والمستشفيات لكثرة الأمراض التي يجذبها علاوة على الأضرار الاجتماعية والسلوك الخاضع الذي يقترفه مدمنون الكحول ولي عاذب الله طلاب تعدوا عن هاي السؤال زيان تفرض بعض كحكومات ضرائب عالية على الكحول الاحتيادي ليش للتقمين من استعماله كمشروب والتخفيض من أضراره الاجتماعية والصحية والاقتصادي هذا مهم أجي على خامسا حامض الخليك المركز الخامل الأفوان مركب الخامس حامض الخليك حامض الخليك شون أحضره صناعيا تحضيره صناعيا يحضر أفوان يحضر من تفاعل غاز الاستنين مع الماء أجيب غاز الاستنين وهي الماء وجود حامض كبريتيك عامل مساعد وعامل مساعد أخرى بأجزاء سلسلة من التفاعلات بإجراء سلسلة من التفاعلات تمام زيان خواص حامض الخليك ما هي خواص حامض الخليك مهم وزاري اذكر خواص حامض الخليك دورها حنفوذا ريحته تموت أنا هذا شامل حامض الخليك يعني أذكر بالمختبر فتحت القلب من حامض الخليك فاتتي يعني ريحة خشمي جسمي نمل والله العظيم يمتزج بالماء بأي مسبة كانت سائل بدرجات الحرارة الاحتيادية ينجمد بدرجة حرارة 18 درجة سيليزية سيليزي يتفاعل مع القواعد مثل هيدروكسيد الصوديوم وكون ملع خلات الصوديوم أجي على المركب الأخير اللي هو البنزين أو البنزول البنزين أو البنزول وهو أحد مشتقات البترول ويكون سائل سريع التبخر ويعتبر أبسط مركب هادروكربوني لسسة الهايدروكربونات العطرية الأروماتية البنزين طلاب أروماتي عطرة تتذكرون شون كنت رسمناه هايتي هذا هو البنزين وقلناعكم هنا آصرة هنا آصرة هنا آصرة تمام ذكرتوا نظرا للتمييز أفراد هذه السلسلة بروائح خاصة تكون لها رواعح خاصة ويمكن نحصول عليهم من قطران الفحام تمام طلاب شنو هو قطران الفحام إذا أريد أن أعرف قطران الفحم قطران الفحم سائل سريع التبخر وهو أحد مشتقات المترو يمكن حصول عليه من البنزين صفات البنزول صفات البنزول مهم شنو صفاته سائل هادروكربوني سريع التبخر يغلي في درجة 80 درجة سليزية لا يضب بالماء بخاروسان يشتعل بلهب داخل جدا لإحتواء على نسبة هادروكربون عالية احتواء على نسبة هادروكربون عالية أجي على استعمالات البنزول مهم يستعمل كمذيب للأصباغ والوارنيش والمشتقات المهمة صناعية في إنتاج المواد المبيدة للحشرات في صناعة النايلون ومساحيق التنظيف الحديثة وغيرها ملاحظة هنا خليها ببالك البنزين مركب أروماتي وحصيغته C6S6 تختلف تماما عن البنزين والغازوني أكو فرق بين البنزين والبنزين البنزين ريفرق عن البنزين البنزين اللي هو نخليه بالسيارة المستخدم كوقد السيارة فهو مزيج من عدة مركبات هادروكربونية وقد يكون البنزين أحد مركباته أجي أخيرا على الفينون المركب السابق صفات الفينون النقي مهم وزاري أستاذ شو هو كتبت لنا مهم والله شا سوي لكم هي هاي المادة مالتكم لازم تحفظ حفظ هو هاي يعني افهم وبعدين نحفظ المادة صالبة عديمة اللون ذو رائحة خاصة متلفة للجلد يذو في الماء مادة فعالة كيميائية استعمالات الفينون مهم وزاري هذا جايب أحد السيارة يستعمل محلوله 9% لتعقيم مرافق الصحية تحت اسم حامض الهادروكربونيك يمكن الحصول منها على مشتقات مهمة كالمعاقمات والمطاورات ومساحيق التنظيف الحديثة ومبيدات الحشرات والبلاستيكات لأن الفينون مادة فعالة كيميائية سؤال كيف يمكن معالجة الحروق المؤنئة التي يسببها الفينون للجلد مهم ايه آخر شيء بغسلها بمحلول مخفف الكاربونات الصوديوم اللي هي الـ Na2CO3 لمعادلة بتأثير الفينون آخر ملاحظة يلي يعتبر حامض السلسليك هو أحد الفينونات الذي يستخرج من شجرة السبصاف ويحضر منه الاسبرين اللي احنا نكون وصلنا إلى نهاية محاضرتنا لخصت لكم إيها بسبع صفحات مثل ما واضح يومكم سبع صفحات رخصتها لكم لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة انتظرونا بحلول أسئلة الفصل مع السلامة